وفي الجانب العملي من التحديات الاقتصادية ناقش النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمة البلداوي مع المهندس علي حسين عبدالأمير مدير عامل بلديات بوزارة الاعمار والاسكان المشاريع المحالة ضمن الخطة الاستثمارية قيد الانجاز والمتلكئة منها ومشروعي مجسر الدلة الذي وصلت نسبة انجازه الى 86% وتعبيد طرق في اقضية بلد والطوز وامرلي وبحث آلية معالجة المشاكل والمعويقات الخاصة بالمشاريع المذكورة مقابل ادراج اخرى جديدة ضمن الخطة داخل مدينة تكريت لاجل توسيع الخدمات واكد البلداوي تصميم الحكومة المحلية لاستكمال المشاريع بصورة الصحيحة لتقديم الخدمات والتي تصب في مصلحة المواطنين في المحافظة